أهلا بكم من جديد في هذه المتابعة المستمرة لكل مستجدات ما يحدث في السودان وننوه عناية حضراتكم لهذا الخبر العاجل الذي وردنا قبل قليل حيث ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان أعلن الالتزام بوقف إطلاق النار المقترح أمميا هذا وتنوه القاهرة الإخبارية إلى أنه لم يصدر من جانب الجيش السوداني أي بيان رسمي في هذا الصدد هذه مجرد تقارير إعلامية أمريكية نطرحها على حضراتكم وننوه عناية حضراتكم لها لكنه لم يصدر بيان من الجيش السوداني بصدد هذا الالتزام بوقف إطلاق النار المقترح أمميا من قبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان وبالطبع كل ما يردنا من مستجدات سنعرضه على حضراتكم فوريا